تمر الذكرى العشرة على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية أمريكية في ظل تطورات استثنائية فالرئيس الأمريكي أعلن أخيراً عن سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل قرار بدأ تنفيذه بالفعل ويتزامن أيضاً مع قرار مماثل لحلف شمال الأطلسي النيتو تطورات أثارت ردود فعل وأجدلاً كبيراً في أفغانستان والولايات المتحدة وغيرها إذ تخشى أطراف عدة من عودة نشاط تنظيم القاعدة من جديد فضلاً عن تنامي دور حركة طالبان في أفغانستان أكثر فأكثر خصوصاً مع تزايد هجماتها في الآوين الأخيرة وهو ما دفع رئيس الأمريكي وفي مناسبة الذكرى العاشرة لمقتل بن لادن لطمأنة تلك المخاوف عبر التأكيد مجدداً أن بلاده ستبقى متيقضة للتهديد الجماعات الإرهابية المنتشرة في العالم عبر التنسيق مع الحلفاء والشركاء وفي بيان لبايدن نشره البيت الأبيض أكد أيضاً أن تنظيم القاعدة خسر الكثير من قوته في أفغانستان لكنه شدد في الوقت ذاته أن واشنطن ستستمر في مراقبة أي تهديدات آتية من أفغانستان ضد الولايات المتحدة وكذلك الحفاظ على أمن الأمريكيين